بسم الله الرحمن الرحيم الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويدغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم من يبين لهم فيضم الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم وما قد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صدار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبقون أبناءكم ويستحن نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم ولإن كثرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وتمود وتمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أسواههم وقالوا إنا كفونا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تجعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا أريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان منا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما أبيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعوذن في هلتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ونسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف نقامل وخاف وعيد واستفتحوا وقاب كل جبار عليد من ورائه جهنم ويسقى من ناء صديد يتجرعه ولا يكاد نسيبه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن غرائه عذاب غليل مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله طلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بطلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ودوزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَدَعَى فَهَلْ أَنْتُمْ مُظْنُونَ عَنَّا لَنْ عَذَابِ اللَّهِ مُنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَ اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجلتمني فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعموا الصالحات جنات جنات تجريهم تحتها الأمهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَدَ اللَّهُ مَثَلًا كَرِمَةً طَيِّبَةً كَشَدَرَةٍ طَيِّبًا أَصْرُهَا كَابِكٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُنَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَغْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَبَكَّرُونَ ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة جتست من سوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقوم الثالث في الحياة الدنيا وفي الآفرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّنُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارًا دَوَار جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارِ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِنُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى الْنَّارِ قُلْ عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيًا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٍ الله الذي طلق السماوات والأرض وأنزل من السماع ماء فأخرج به من الثمرات لزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجريك البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّاظُ وَإِذْ قَالَ إِذَا رَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضغل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإن تغفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادي غير بي زرعي عند بيتك عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أسئلة من الناس تهي إليهم وارزقهم من التمراش لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نؤمن وما يخطى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفرني ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم يوم تشخص فيه الأدصار مهضعين مطنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أفخرنا ربنا أفخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأذفال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منهم الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد طهام وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأسفاد سرابينهم من قطران وتغشى وجوههم النار يجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الفساد هذا بلاغ الناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب